أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا في ملف الانتخابات الرئاسية حيث أعلن المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء اليوم السادس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون تقدم أي مرشح جديد وأشار المستشار أحمد بن داري إلى أنه لم يتقدم مرشح جديد بأوراقه ليصبح العدد الإجمالي الذي تقدم حتى اليوم ثلاث طلبات ترشح نظرا للتواصل الدايم مع حضراتكم نحب نتكلم أن اليوم السادس لم يتقدم أحد بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي هو النهاردة كده بقى فيه ثلاث طلبات فقط ومع نهاية اليوم السادس منتزمين بالموعد المحدد في الجدول الزمني اللي تم إعلانه يوم 25 تسعة وينتهي إن شاء الله العمل للجنة تلقي أوراق الترشح يوم 14 عشرة ساعة 2 مساء ومازالت اللجنة مستمرة وتنهي عملها في اليوم السادس ولم يتقدم أحد من راغبي الترشح شكراً ونختر سيادتكم بأول بأول إن شاء الله شكراً شكراً شكراً